المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة ناقد الرياضي أحمد الجهري أهلا بك سيد أحمد إذن زيدان يعاني من إصابات متعددة كما قرر أيضا إراحة رونالدو، فاران وراموس كيف تؤثر الغيابات برأيك على المباراة؟ الحقيقة زيدان دايما معودنا لفترة الأخيرة بعد التعادل عن مدفسة في الليجة إنه هو الأولوية ليه دلوقتي دور الأبطال فهو دايما بيعمل عملية المدورة في الدور الأسباني وغيرت الدور الأسباني فبيريح أغلبية نجومه خصوصا لوكامادرس، كريسيان رونالدو، سيرجيو راموس، فاران لما بيبقى عنده البورسان هو يقدر يعمل عملية المدورة بيبتد إنه هو يعمل لهم يعني يريحهم عشان يستغل لهم ويبقوا في أحسن شكل لهم في بقرات دور الأبطال خصوصا هي دي البطولة الوحيدة لريال مدريد بنفس عليها هذا الموسم هي الأمل الأخير لريال مدريد لإنقاذ الموسم بتاعه إنه هو يطلع ببطولة لكن عنده إصابات زي ناتسو، زي ناتسو الحقيقة رجع للتضرب مع المجموعة لكن هو عنده مشكلة إنه هو كان لسه ما أداش إنه هو يخص التدريب بشكل كبير فعشان كده تم استبعاده نعم، طيب سيد أحمد زيدان يلجأ لي الكاستية لسد العجز الناتج عن الإصابات هل نرى نجوما في المستقبل الفريق من الكاستية أم سنرى جلاكتكوس جديد في الموسم المقبل؟ هو تم استدعاء تخيره المدافع الكاستية في المبارات النهاردة لكن سباحيك أقولك أن أعتقد أن السنة جاء الموسم القادم وخصوصا بعد كاس العالم لأن دائما فرونتيرو فريز وريال مدريد بيروح لبعد كاس العالم يطير يخص المركات ويطير يجيب نجوم وخصوصا أن نحن شايفين الفترة الأخيرة يعني تقارير كتيرة قوي بطول نجارة بيلة يبقى خارج ريال مدريد أعتقد أن هنشوف مركاته كبير لفرونتيرو فريز وريال مدريد الموسم القادم أعتقد أن يبقى فينكم بعد كاس العالم ريال مدريد سيتبقى يفكر فيها نعم ويجعل الكاستية يعني نعم شكرا جزيلا كان معنا من القاهرة ناقد أريضي أحمد الجهري وصلاة الصورة